اليوم عدنا يونت 32 طلابنا الاهزة الان عدنا مست ومصنت ونيدنت الان احنا نعرف انه المست والمصنت هنه اثنينات مع فدشي اجبار يعني انت مجبور تسوي يعني فدشي مو بكيفك يقول لا تخبر الانيبودي ما قلت دير بالاك تقول الواحد هاشي اللي قلت لكي اياه يو مست كيبت سيكبرت هذا سر اذا مو بكيفك انت مو عالمزاج ولا فد شغلة احتياج يعني مسألة اجبار جبر لازم تسويها وي دونت هاف مو تايم ما عدنا وهي وقت احنا ويمصت هري احنا لازم نستعجل فدشي يعني مجبور ان تسوي انت لازم تتسوي سواء في حالة المثبت او في حالة النفي هاي بالنسبة للمصت اما بالنسبة للنيدنت فالنيدنت او النيد هي المثبت او اجبار هي تستخدم دائما مع الشيء الضروري الشيء الضروري يقول نحن لدينا وقت احنا لدينا وقت اعيني يعني هي النيد مع ضرورة سواء في حالة المثبت او في حالة النفي احنا لدينا وقت لذلك اذا المسألة ما بيها اجبار اذا نقول هري احنا ما نحتاج نستعجل اذا المسألة يعني ما بيها اجبار يعني براحتك اذا المسألة مضرورية اذا المسألة مضرورية لا يجب ان تقل ستيف اي لا احتاجه او اعنى انا لا اريد اقول له المسألة خطيرة جدا الموضوع بأجبار دير بالك تسوي موضوع قوي خطير جدا انا لا اريد اعرف لذلك لا احتاجه انا راح اقول له انا راح اقول له يعني هسا هاي الجمل you needn't to tell Steve إذن الجملة الأولى يعني المسألة مو كلش ضرورية not necessary أما الجملة الثانية don't tell him دير بالك دير بالك تقول له يعني الجملة الأولى يعني عادة إذا دره أصلا أنا اللي يريد أقول له الجملة الثانية دير بالك تقول له ما ريد يدري شوف الفرق بين الجملتين طبعا بالماضي رح أصير needn't have لأن needn't have ما لها ماضي زيني شون أستخدم عن جملة بالماضي بها احتياج عن الحاجة بالماضي فرح أقول needn't have زائد تصريب الثالث للفعل everything will be ok you needn't worry everything was ok كان بالماضي إذا رح أقول you needn't have worried نفس الجملة بس مجرد بالماضي إلا ذلك لحس نخدم needn't have وتصريب ثالث الفعل أخوان هاي ملاحظة ثابته دائما وأبدا وين ما تشوف الneed وجماعتها وين ما تشوف الneed وجماعتها بهاي الحالة فراح نستخدم وراح نعبر بالماضي عن هاو وتصريفها ملاحظة مرة أخرى عندك الهاو كالشد كود شك وجملة بالماضي الأفعال الناقصة دائما تأخذ النيد والهاو وتصريف ثالث للفعل فأنا لا تحتاج إلى الماضي معناها ماضي ماذا تعرفتها ماضي لأنني قلت لك ماضي يجب أن تصريف ثالث للفعل يقول he did it but now he know that it was not necessary فالشيء انت سويته قبل وتعرف أنه ضروري عرفت أنه ضروري يقول why did he get up at 5 o'clock ليش يستيقظ ساعة 5 he need have to get up early لأنه يحتاج أن يروح لأنه يحتاج أن يستيقظ مبكرا أما بالنسبة لل didn't need to يقول it was not necessary but it doesn't matter whether I didn't لما أقول needn't فتشيء احتياج بالماضي طيب needn't to have وتصريف ثالث فتشيء احتاجتها بالماضي وهو كل شيء وهو فتشيء شونا نقول احنا خلينا نقول شوفناه يقول but it was not necessary but now we know that it was not necessary يقول هو كان يستيقظ الساعة خمسة he could have stayed in bed longer يعني هو هو كان يستيقظ قبل وبعدين عرف انه ما يحتاج يستيقظ هذا الاستيقاظ مبكر ما يحتاج هنا اكو مقارنة ما بين الجملة الاولى والجملة الثانية اكو مقارنة بالجملة الاولى كان يقوم بالشيء بالماضي وبعدين عرف بانه مو يحتاجه اما بهذه الجملة فهو اصلا مهم او غير مهم يعني ما يعمل اصلا غير مهم انه 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 يقوم بالفعل او لا he didn't need to get up ما يحتاج ان يستيقظ انا حسا صارت اصلا صراح خلينا اشرح لكم دين الجملتين واشرح لكم شن الفرق بانات جملة الاولى اقول he didn't have got up early هاي جملة الاولى حدث سواب الماضي كان يسوي وبعدين تندم عنه او مو تندم خلينا نقول يعني طلع مو مهم طلع مو مهم ناط نسلسري هاي الجملة الاولى سواه قام بالفعل بعدين عرف بانه غير مهم الجملة الثانية اصلا ما قام بالفعل لانه اصلا ومهم he didn't need to get up early اصلا هو ما يحتاج يستيقظ الصبح لانه اصلا هذا الموضوع مو مهم يعني لا استيقظ ولا اذا بالجملة الاولى استيقظ الجملة الثانية لم يستيقظ هذا هو الفرق بين الجملتين